اهتزت الأرض وتزلزلت حرفيا كل يوما تقريبا خلال شهر فبراير دعونا نبدأ من السادس من الشهر الجاري استيقظ العالم على زلزلين مدمرين في تركيا وسوريا بقوة 7.8 على مقياس رختر و7.6 وكان مركزهما كما كان معروف كهرمان مرعش التركية في 11 من فبراير ضرب زلزال بقوة 5 درجات تقريبا تايوان على عمق 32 كيلومترا في اليوم نفسه نتحدث هنا عن زلزال بقوة 6 درجات ضرب السواحل الاندونيسية وفي 14 من فبراير ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مناطق مختلفة في رومانيا وشعر أيضا سكان الدول المجاورة بذلك نذهب إلى اليوم التالي الخامس عشر من فبراير ضرب زلزال بقوة 5 درجات فاصل سبعة منطقة قريبة جدا من الأراضي للنيوزيلندية تحديدا العاصمة للنيوزيلندية وفي العشرين من فبراير حصل زلزالان جديدا في مقاطعة هاتاي التركية مجددا بقوة 6.4 و 5.8 مما تسبب بتدمير بعض المباني التي تضررت من شدة زلزال كهرمان مرعش نذهب الآن إلى الثالث والعشرين من فبراير ضرب زلزال بقوة 6 درجات فاصل ثمانية توجيكستان كما نرى هنا وتأثرت فيه دول عدة مجاورة كما نشاهد بهذه الخريطة في اليوم التالي الرابع والعشرين من فبراير ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته تقريبا أربع درجات مصر وكان عمق هذا الزلزال عشرة كيلومترات في اليوم التالي أيضا الخامس والعشرين من فبراير حصل زلزال بقوة 6 درجات تقريبا قبالة جزيرة هوكايدو شمالي اليابان على عمق واحد وستين كيلومترا في اليوم التالي أيضا سادس والعشرين من فبراير وقع زلزال بقوة خمس درجات على بعد ثمانمائة واثنين وثلاثين كيلومترا من أونالاسكا في ألاسكا وفي الوقت نفسه أيضا حصل زلزال آخر بقوة 6 درجات بالقرب من جزر الكوريل وذلك في حوض المحيط الهادئ إذن لم يكن يمضي يوم واحد خلال شهر فبراير 2023 من دون تسجيل زلزال ما أو هزة أرضية ضخمة في مكان ما من بقاع الأرض اشتركوا في القناة